مبارك فتحت ابواب البريد ابوابها ليلا وما استحسنه المواطن لتفادي الازدحان مفارا ركو فاج مع مدير السيخ مع بداية العديد النصودي باستقبال عيد الفطر المبارك فتحت مكاتب البريد وابها امام المواطنين في ظل الفترة الليلية في رمضان العينة من مكاتب القص مع تجراء قبل استحسن المواطنين من كامة برزه هذه الاصدار علي بتويدل مناسب وال لان انا قد رسلتا بالعشرية عشريين قبل عيد لدي هناك قشق بدر كبيرة إدارة بريد الجزائر سخرت كل الإمكانية المادية والبشرية لتمكين زبائلها من الاستفادة من خدماتها البريدية بأرياحية يقول نيد سعيد محمد رئيس مصلحة بالبريد المركزية نحلهم 9.5 إلى 11.5 لمساعدة المتقاعدين والعمال وأجورتهم راح يدخلوا في عشر يام هادو يوم كاين سلولة وإحنا نقول لهم رواحو هادو الأوقات هادو يومها في الليلة دومها في النهار كنش لإزدحام في الليلة فكتوف الحالة رأي فرع يجنؤ من شأنه توفير السلولة المالية قبلا عن تقديم خدمة النوعية بسبائل ومع اقتراب عيد الفتر تقدر العائلة بكفافة عن المحلات وطبقات لاقتلاء البسكورد والمحلية ومع الجدد والسحر المنتوج بسكورد والمحلية وإمكانية كل عائلة معايير يحدد على أساسها الأولياء طريقة اختيار واقتناء ملابس العيد الأولياء ومع الجدد والسحر عديد العمليات التي أصفرت عن نتائج نوعية في إطار مكفحة الإرهاب أوقفت مثالز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثمانية عناصر دعم الجماعات الإرهابية دولية النشرة نستهلها بتطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة حيث دعت فصائل فلسطينية وفعاليات شعبية للاحتفاء بيوم القدس العالمي الذي هو وافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وسط تواصل اعتداءات الاحتلال الصهيومي على المسجد الأقصى المبارك وأطلقت الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي شعارا موحدا اليوم القدسي هذا العام تحت عنوان الضفة جرع للقدس وقالت الهيئة ما هي الضفة الغربية تطلق انتباطتها من جديد وهذه الكتابات المقادرين وإحياء يفتحون معدوات الجديدة تبتأل وقالت الجسرة التبتأل أحياء تحت من مشاركوك عدد الهيئة العربية وقالت سلع الهيئة الدولية تبتأل في طرف الجرس ونقالت الحاول اشتركوا في القناة